السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي الأعزاء مرحبا بكم من جديد مع قناة شورت ويف وفيديو مميز عن السيارات الأوتوماتيك والمانوال ومميزات وعيوب كل نوع بالنسبة لقيادة السيارات الأوتوماتيك يعتبر أبسط من قيادة السيارات العادة أو المانوال ولكن من حسن حظك لو تعلمت القيادة على سيارة مانوال لأن تعلم على سيارة مانوال بيعطي خبرة أكتر في التحكم في السيارة وكذلك من الممكن في المستقبل تحتاج تركب عربية مانوال ولذلك أنا بعتبر أن تعلم القيادة يجب أن يكون في البداية على السيارات المانوال وهنستعرض لحضراتكم مقارنة بين السيارات الأوتوماتيك والمانوال أولا بالنسبة للأوتوماتيك من مميزاتها إنها مش بتبوز كتير زي المانويل وبتكون مريحة جدا في الطرق الزحمة أريح كتير في السواء وأريح العصابك وسهلة جدا في السواء ومن عيوبها السحب بتاعها بيكون أقل من المانويل ومشكلتها الكبرى لما بتعطل مش بتتحرك من مكانها لازم يجيلها ميكانيكي أو وينش ويفضل لو تتحط على الوينش مش تتجر تكلفة تصليحها بتكون أغلى سعرها غاري يعني في حالة لو المانويل مثلا بسبعين ألف هتلاقي الأوتوماتيك بتمانين العربية بتستهلك بنزين أكتر من المانويل وعمر المطور اللي شغال على فتيس أوتوماتيك بيكون أقل من نفس المطور على فتيس مانويل علشان الأوتوماتيك دايما ضغط على المطور ورافع عدد لفاته عن العادي السرعة القصوى للفتيس الأوتوماتيك بتبقى واضحة جدا أنها أقل من المانويل بفرق ممكن مثلا يوصل من 15 ل 20 كيلو متر في نفس نوع العربية الفتيس الأوتوماتيك وزنه يكون أتقل من المانويل بالنسبة للفتيس المانويل من مميزاته قوي في السحب وطبعا تكاليف التصليح بتكون معقولة أقل في استهلاك المنزين التسارع والسرعة القصوى بتكون أعلى وزنه أخف على العربية وتكاليف تشغيله أقل من الأوتوماتيك سواءة العربية المانويل بتكون أمتع بس طبعا في حالة شوارع فاضية خالص وده مش موجود في مصر بتتحكم في سرعة العربية أحسن من الأوتوماتيك من عيوب المانويل أنه متعف جدا في طرق الزحمة في أي مركة من مركات السهرات لو عندنا عربيتين زي بعض يعني نفس الطراز والحجم ونفس المحرك بنفس الساعة ونفس التصميم ونفس التجهيزات واحدة فيه المانويل والتانية أوتوماتيك بيكون المانويل سحبها أفضل لأن منظومة نقل الحركة في الأوتوماتيك بتعتمد في جزء منها على ما يسمى الهايدروليك لاتش وهو بديل الدبرياج في السيارات المانويل وهذا التصميم يسمح بتفاوض سرعة الدوران بين المحرك والفتيس وده مطلوب حتى استطيع الفتيس الأوتوماتيك نقل الحركة ولكنه في نفس الوقت لو ارتفعت سرعة المحرك مرة واحدة نتيجة كابسة بنزين فإن الفتيس وبالتالي باقي العربية ما بتتبعهاش مباشرة ولكن بتاخد وقت أطول حتى تصل لنفس السرعة ولذلك لكي تحصل على أداء رياضي من سيارة أوتوماتيك هتحتاج محرك كبير لتعويض الفقد في الفتيس نقطة أخرى سنوية الفتيس الأوتوماتيك وزنه أتقل من المانويل وده بيضع وزن إضافي على حملة المحرك عادة بيكون في حدود خمسين كيلو والزيادة دي ما بين زيادة وزن الفتيس ووزن الهيدرولي كلتش بالزيت اللي موجود جواه نصيحة لكل من يملك سيارة أوتوماتيك يعني دايما نتخلي معاك كابلات للتوصيل من بطارية أخرى وهناك تسلسل وطريقة محددة ستجدها مذكورة في كتالوج السيارة عملية سحب السيارة في حالة تعطلها لها طريقة خاصة فلو الجر أمامي يجب رفع العجلات الأمامية وأطرها وإن كان الجر خلفي بيحدث العكس أو يتم فك الكردان عمود الكردان نفكه والأفضل طبعا من دا كله رفع السيارة كلها على وينش إنقاذ اللي هو خاص بنقل السيارات استهلاك البنزين المرتفع بيكون سبب الأساسي النقلة الأولى لأن نسبتها أكبر من مسيلتها في السيارات المانيول لكن لو طريق مفتوح أو حتى لا تقل فيه السرعة عن 50 كيلو متر فالفرق بين استهلاك الأوتوماتيك والمانيول هيكون بسيط إذا أهملنا الحاجة للجاري والسحب والغرز والحاجات فأعتقد أن السيارة الأوتوماتيك ستكون ممتعة أكثر الصيانة في موعدها سواء بتنظيف فلتر الزيت الأوتوماتيك أو تغيير الزيت بعد عدد كيلو متر محددة مهم جدا يفضل عند الشرعة سيارة أوتوماتيك أن يكون عدد النقلات أربعة ومش ثلاثة وكل ما زادت عدد النقلات كل ما قال استهلاك البنزين وريح المطور أكثر رغم سهولة قيادة السيارات مع الفتيس الأوتوماتيك خاصة في مرات المزدحمة مثل شارع القاهرة مثلاً إلا أن ناس كتير بتخاف من المشكلات الكتيرة ومتكررية للفتيس الأوتوماتيك ملخص القلناة ده كله المانوال مزاياها سحبها أعلى وأقل في استهلاك البنزين في التصارع بتصل السرعة القصوى في وقت أقل وزن الفتيس المانوال أخف بكتير من الأوتوماتيك برنج تقريبي 50 كيلو جرام وبالتالي وزن السيارة أخف على الطريق وسرعة أعلى تكاليف الصيانة أقل وأوفر بكتير من الأوتوماتيك متع في القيادة وسهولة في التحكم في سرعة السيارة أما بالنسبة للعيوب فإعتبر العيب الوحيد والشائع في السيارات المانوال هو الشعور بالتعب والإرهاق في القيادة وخصوصا في الطرق المزدحمة التي كثرت الضغط على بدل الدبرياجة بالنسبة للفتيس الأوتوماتيك مزاياه مريح جدا في الطرق المزدحمة سهل في القيادة أعطى له قليلة مقارنة بالمانوال أما بالنسبة عن العيوب فعيوبه كتيرة أهمها أنه عند تعطل العربية ندرج نحركها ولازم فني متخصص لتشغيلها تكاليف الصيانة مرتفعة مقارنة بالمانوال استهلاك بنزين أعلى العمر الافتراضي المحرك أقل من العمر الافتراضي المحرك المانوال شكرا اشتركوا في القناة ليصلك كل جديد